المكثف الليكتروليتي كيف يعمل في الدائرة؟ ما هي وظيفته بالضبط؟ وخاصة هذا الذي حجمه كبير ويكون في مدخل الدائرة السلام عليكم حتى نفهم وظيفة هذا المكثف بشكل واضح سنقوم بتشغيل الدائرة بدون هذا المكثف لدينا دائرة كهربائية تحتوي على ترانستور وظيفته تقطيع التيار بترددات عالية من 20 كيلو هرتز إلى 300 كيلو هرتز وهذه الدائرة دعنا نقول أن تردد تقطيع فيها 50 كيلو هرتز تردد تيار المنزل يكون بالعادة على حسب الدولة 50 هرتز أو 60 هرتز متناوب ثم تقوم الدائرة الجسرية بتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر متقطع يخرج على شكل نبضات بتردد 50 أو 60 هرتز عند التشغيل سوف نجد أن الترانستور مباشرة بدأ يفتح ثم يغلق 50 ألف مرة في الثانية هذا يعني كل نبضة سوف تأتي من الدائرة الجسرية سوف يتم تقطيعها إلى ألف مرة أو نقول لا سوف يتم تقسيمها إلى ألف قسم نحن سوف نشرح النبضة واحدة قادمة من الدائرة الجسرية ونفس الشرح ينطبق على باقي النبضات التارية تأتي النبضة وسوف نقوم بتقسيم النبضة إلى ثلاث مراحل الثلاث الأول في البداية تكون قيمتها دنيا أصغر ما يمكن يعني الفولت منخفض والأمبير منخفض سيكون تيار الخرج للدائرة ضعيف لأن أول ثلث يرتفع الفولت من الصفر إلى 70 فولت تقريبا وهذا يعني أن الدائرة لا يمكنها العمل إن كانت قيمة الفولت 70 ملاحظة يكون الأمبير عالي لل70 فولت ولكن الفولت بما أنه 70 لن تعمل الدائرة بشكل صحيح لأنها تحتاج 220 ثم يبدأ زمن ثاني ثلث من زمن النبضة من 70 فولت إلى 220 فولت تقريبا وفي هذا الزمن سوف تعمل الدائرة ثم يأتي زمن الثلث الثالث من 70 فولت إلى الصفر مثل الثلث الأول ولكن بالعكس وإيضا لن تعمل الدائرة وهذا يعني لكل نبضة قادمة من المصدر ستجعل الدائرة تعمل بثلث طاقتها فقط إذن الدائرة أو الباور أو هذا الجهاز سيكون ضعيف إذن مخرج أو خرج هذه الدائرة أو هذا الباور أو هذا الجهاز سيكون ضعيف ولكي نجعل الدائرة تعمل بكامل طاقتها فقط نضع مكثف الكتروليتي بعد الدائرة الجسرية كيف يقوم المكثف بجعل الدائرة تعمل بكامل طاقتها ولماذا؟ ونقوم بتشغيل الدائرة لنرى ما الذي سيحدث ملاحظة المكثفات الإلكتروليتية هي مكثفات ذات قطبية يعني الموجب يبقى موجب والسالب يبقى سالب ولا يحدث تبديل مثل المكثفات البدون قطبية السيراميكية أو العدسية إلى آخره وعند التشغيل تأتي النبضة تعطي تيار لترانسستور وبنفس الوقت تشحن المكثف وعندما ترتفع النبضة للقمة يبدأ الترانسستور بالعمل وبنفس الزمن يتم شحن المكثف بشكل كامل تيار النبضة يستطيع شحن المكثف أثناء تغذية الترانسستور لأن قيمة أمبير النبضة عالية وعندما ينخفض فولت النبضة يبدأ المكثف بإعطاء تيار للترانسستور وقيمة فولت تيار المكثف 220 فولت وقد قام سابقا بتخزين كمية كبيرة المكثف قام بتخزين كمية كبيرة يستطيع تغذية الترانسستور لفترة زمنية معينة إلى حين وصول النبضة التالية من الدائرة الجسرية وهكذا الترانسستور لن يشعر بغياب الفولت ستبقى قيمة الفولت عند الترانسستور من 200 إلى 220 فولت وهكذا تعمل الدائرة بكامل طاقتها ملاحظة وحتى إن كان أمبير المصدر ضعيف فإن المكثف أيضا يستطيع متابعة عمله لأن في اللحظة التي يكون فيها الترانسستور بحالة أوف يعني مغلق يتم شحن المكثف أثناء هذا الفراغ وعند الفتح يقوم بتعويض نقص تيار المصدر يعني هناك زمن يكون الترانسستور بحاجر التيار وهناك زمن يكون الترانسستور مغلق لا يحتاج تيار وفي الزمن الذي يكون فيه الترانسستور مغلق يتم شحن المكثف مكونات المكثف قطبان أو صفيحتان رقيقتان من المعدن يفصل بينهما العوازل نوع المعدن على الأغلب من مادة الألمنيوم ويتم وضع نوع من الإلكتروليت ويتم وضع أطراف التوصيل لكل قطب ثم يتم لفهما كما في الفيديو ثم يتم تغليفه بشكل محكم تماما هذه المكثفات الإلكتروليتية بشكل مستمر يتم تطويرها وتغيير نوع الإلكتروليت وإدخال مكونات إضافية على الأقطاب حتى تعمل لزمن أطول ولهذا السبب لم نتحدث عن تركيبته الداخلية بشكل مفصل إن أعجبك هذا المحتوى فضلا منك ضع الأعجاب وإن كان لديك استفسار ضعه في التعليق نحن نقرأ جميع التعليقات والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة